يعني انه الرجل كان ياخو حظ الأنفايين لانه هو كان قائم على عائلة وانه هو كان يعني مفروض عليه انه يصرف على والدته مثلا وولديه وكذلك زوجته وابنه ومائله لكن الفتاة لي بارك في القرآن ثم حالات متعدة للمرأة وثم حالات قد لك المرأة تورثيها أكثر من الراجل اللي هو ماشي الحالة المراج مجد دخلوا في التفاصيل لأنها مربوطة بحسابات دقيقة يعني بحسابات هذه اللي جميعنا عرفها ثم حالات للمرأة تورث أكثر من البو لدرجة أن المفاصلين تقلقوا ثم مفاصلين تقلقوا وقالوا كيفاش الأم تورث أكثر من الأد في بعض الحالات وقالوا لا وبدلوا بدلوا حتى المعنى إنتعى الآية باش يردوا أنه البو لورث أكثر يعني متنسيش اللي سمى بيئة المكورية رجالية ومزين تلتورها مزين تلتورها إني يا شيخ؟ إيه يا شيخة؟ إيه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتار يا شيخ تطور بالنيراث والذكر اللي هو حاضر أوثيين هو نشوف أن المرأة مثلا تريكة ولا تخرج تخدم ولا تعملها نفس الظروف ممكن لي يعيشها الرجل يعني حتى المساوية في الميراث ممكن باش تقلق نوعا ناكي ما تقلقوا قبل أن المرأة أخذت نصف أو جزء من الميراث شو بشي قلقك حاجة بسيطة أنا ما ندخلش في المدهات هذه لي أني منيشي شرع أنا ضد مبدأ التشريع لكن يقول لك حاجة بسيطة وانت بهلها المجتمع بش يفرض بطريقة شرعية أن المرأة والراجح لقد قد قلت كيفاش؟ يا شيخة دا أنت لما تكتب... خليك محضر خير خليك محضر خير يا وليا دا أنت هتدخل النرة بساروق فضاء من عميلك وجاء دلوقتي عملنا من الأحرار وعملت اتنطت على الأرض زيز حليف